علماء الراث الأنبياء كما أتانا عن أبي الدردائي متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع نظر أبي محمد القاسم بن فير رو ابن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيما وموئيلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى النس مرسالا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبالا وثلت أن الحامد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العالى وبعد فحبل الله في إن كتابوه فجاهد به حبل العدى متحبيلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدا جديد مواليه على الجد مقبيلا وقارئه المرضي يقر مثاله كلترجح عليه مريحا وموكيلا هو المرتضى أممان إذا كان أماتا ويممه ذل الرزانة قنقالا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبالا وإن كتاب الله أوثق شافيع وأغنى غناء واهبا متفضيلا وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجمولا وحيث الفتاة يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهليلا هناك يهنيه مقيلا وروضا ومن أجله في ذروة العز يجتالا يناشد في إرضائه لحبيبيه وأجدر به سؤلان إليه موصالا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجيلا هني أمري أن والداك عليهما ملابس أنوار من التج والحولا فما ظنكم بإن أجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة المالا أولو البر والإحسان والصبر والتوقا حلاهم بها جاء القرآن مفصالا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفسها العولا جزى الله بالخيرات عنا أئناتا لنا نقل القرآن عذبا وسلسالا فمنهم بدور سابعة قتواساطت سماء العلا والعاد لزهرا وكمالا لها شهوب عنها استنارت فنوارت سوادت ججا حتى تفرق وانجالا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثيلا تخيرهم نقادهم كل باريع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطب نافيع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا نعيسى ثم عثمان وارشوهم بصحبتي المجد الرفية أثالا ومكة عبد الله فيها مقاموه هو ابن كثير كاثر القوم معتالا روى أحمد البزيل هو محمد على سند وهو الملقب قنبولا وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلا أفاضى لا يحيى ليزيدي سيباه فأصبح بالعذب الفرات معلالا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا وأما دمشق الشام دار بن عامير فتلك بعبد الله طابت محلالا هشام وعبد الله وهو انتسابوه لذكوان بالإسناد عنه تنقالا وبالكفة الغراء منهم تلاثات أداع فقد ضاعت شذا وقرنفولا فأما أبو بكر وعاصم اسموه فشعبة راويه المبرز أفضالا وذاك ابن عياش أبو بكر الريضا وحفص وبالإتقان كان مفضالا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روا خلف عنه وخلد الذي رواه سليم متقنا ومحصالا وأما علي فالكساء ينعتوه لما كان في الإحرام فيه تسربالا